مع بداية التقلبات الجوية وارتفاع درجات البرودة يضطر العديد من قاطن المناطق الريفية ببلدية الشافية بولاية الطارف للبحث عن بديل لغاز المدينة وقارورة غاز بوتان وغالبا ما يكون الحطب بديلا لهؤلاء أي نوع من غاز ما كانش ونطيبه في الكسرة على حطب هكتشوف بسح كما يقول لك الغاز قلعة غالية بسبعين الف المواطن ما يقدرش يسرع نروح للغابة نجيبه الحطب وغابة فهد حلوف وذيب كما يقول لك من الجوانب كل محتاجين سرتوه الغاز الغاز هذا عندنا تيو طاعة الغاز فيتعلينا حوالي خمسمائة مترا خمسمائة مترا وما فوتناش البديل تاع الغاز أنه نجيبه الحطب من الجبل ودفوها يكون القراءة تاع الغاز بالخمسمائة شين يوم ما كانش كاميرا النهار زارت منطقة المناصرية الريفية ووقفت على يوميات ساكنيها الذين يعتبدون على الحطبي كمصدر الرئيس لتحضير الطعاب والتدفئة في انتظار ربطهم بشبكة غاز المدينة نروح نجيبه الحطب من الجبل مش بل على الدواب حشاكم وفي وسط برويتا ولا عظهورنا والغاز ما هوش بعيد علينا يعاونونا يجيبونا الغاز رغم ما هوش بعيد علينا الغاز هذا ما نطلب منها ان شاء الله ان شاء الله يلبونا الندات يعني هذا نحن نعرف مشت مصرية عبارة عن زوني بارس مناطق مبعثرة هنا وهناك وبالتالي المطلب هذا المطلب تحهم شرعي لكننا بش يكون في عين الاعتبار حتى نكون واضحين مع بعضنا ان المنطقة هذه ليس بها تهيئة لسيني سمو وبالتالي قبل ما نجيبه القاز للمنطقة هذه لازم تكون عندنا لسيني سمو القانون واضح من حقهم هما ورانا ناخدينها بعين الاعتبار وسوف تجسد في الميدان خلال السنوات القادمة ايصال شبكة غاز المدينة لمشتة المناصرية مطلب وجب الاستراع بتجسيده ميدانيا وانهائي معاناة دامت اكثر من ثلاثين سنة